اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونشيل مياه عشان نوديها البيون مافيش أماكن ترفيه قريبة من الأولاد لا نوادي ولا أي حدا ترفيهية ولا مكاتب كانت المدارس بعيدة شوية عن الأولاد برضو كنت تمشي شوية بعيد شوية عشان اروح اجيب الخضار ومستلزماتي بيون أنا حاليا من سكان حي الأصمراء أنا كنت دخلة وهايبة المكان كنت خايفة لدرجة ابني أول ما جينا احنا عايزين نرجع مكاننا تاني احنا جينا يوم من خمسة وعشرة سلاة 2017 سلامنا بالليل كل واحد كان بيجي لحشاب أنا عن نفسي كنت في اللحظة ده عايز جد لربنا مكنتش متخيلة محمود يلا عشان ننزل تأخرنا يلا يا بابا ابني دلوقتي بيقول لي لا خلينا موجودين المكان أحسن هتروح في دلوقتي هتروح المكتبة هاروح المكتبة عاد شوية وعليك هتطلق على النادي خلاصاً هاروح شغلي في المجمع الخدمات واجيلك على الملعب عليك ماشي اللي ماشي الحلو اللي بيحب بيروح أنا أصحابي الملعب والمكتبة بحب بقر كتب التاريخ وكصص وانتروح بيجبني في الكصص نجيب محفوظ عشان تحس اللي هو بيحكيه وقعي أنا بشتغل هنا بدي جلسات للسيدات قال لهم إزاي يعملوا مشاريع زاي بنعمل مشروع أو بنخطط لمشروع وين هدف من المشروع بتاعنا المشروع بتاعنا لو ما كانش مشروع ناجح ما بقاش لي قيمة ولما كانش دخلني ربح لبيتي والأولادي وأنا ساعد في دخل البيت لأنه روش لازمة أنا تعلمت وخدت أغراب تابع ساعدهم كافحة وعلاج الإجمال إزاي إحنا نقف قدام الشخص ونخبط يعني إيه طرق أبواب إحنا بننزل توعية في أماكن كتير هوا بننزل على قاوي بننزل على مواقف أماكن سكنية كتير دي مبادرة توعية عندنا عيادة في حي الأصمراء العلاج اليدمان بالمكان وعلى نفقة الدولة مزيوطة ماشي العيادة بتفتح كل يوم من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء بعد عن يوم الجمعة دي بنعالج فيها بالمكان جميع أنواع المواد المخدرة التوعية لأنه بتجعل الأطفال بعلمهم إراءة وكتابة لأنه هو ضعيف إراءة وكتابة فأنا عايزة يتحسن يعرف يرى ويكتب يبقى جيل كويس لو قلنا الألف على فتحة باية لو قسرة لو ضمة لو سكون رفع عليكم بيحب الكرة عشان بدي أردت وقتنا عاوة 7 المميقة ونلعب ونعد يكسلة أكتر عايب في كرة بحبهم حامل صلاح أكتر عايزة ما شاجعة في الدول الإنجليز لابن يالجون بشاتين حامل صلاح محموم ما كانش بيمارس هاريه يا ضخي الدوية عشان ما كانش فيه مكان اللي هو يمارس فيه لكن لما جينا هنا لقى نادي واثنين وثلاثة يمارس في لوائي بتاع نادي هنا بمجال فلوس بمجال فلوسع شوانا جميل الواقع بيتغير بالنسبة للناس عايزة عيش الواقع ده مش عايزة حلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة